طبعاً يعني جاي جداً أنه طبعاً يكون في هذا الحماس اللي أنا شايفه من حضرتك ومن طريق التحدث عن البسكتبول أفريكا ليج وكمان أنه يكون أنت راضي عن هذه التجربة لأنه مهم جداً إذا ما حداك عارف طبعاً أن كل شيء في بدايته بيكون صعب ودولة كورت السلة في بدايته كان أكيد في بعض المشاكل ولكن تخططوها ودلوقات احنا راحين على النسخة التالتة بمشاركة النادي الأهلي وطبعاً أحب أتحدث عن زيارتك أمس للنادي الأهلي ومقابلتك طبعاً لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعني شايف الزيارة يعني كلمنا عن أجواء الزيارة ودر الحديث كان بينك وبين الكابتن محمود الخطيب أريد أن أقول أن كان لي شرف عظيم أن أقابل الكابتن الخطيب وهو أسطورة ونحن فخرون به فهو فخر القرى الإفريقية وهو من الشخصيات التي نريد أن تكون الأجيال الصغيرة على علم بها وأن تنظر إليها في مسيرتها الرياضية مثل كابتن الخطيب كان شخص كريم للغاية ونحن نشكر الضيافة خضينا بضيافة كبيرة وكانت فرصة كبيرة لدينا أن نعبر له عن سعادتنا بهذه المقابلة واشتراكه في أسرة كرة السلب ونادي الأهلي نادي عريق وتاريخي واستطعنا أن نرى كل التسهيلات المتاحة وهو نادي كبير لديه مسيرات هائلة في جميع الرياضات ربما أكيد حضرت القاهرة مرات كثيرة بحكم أن كنت حضرتك لعب منتخب السنغال ولعب سابق في الـ NBA من أحد أبرز اللاعبين الأفرقة اللي لعبوا في الـ NBA ولكن من وقت الثاني في زيارتك في القاهرة هل ترى أن مصر عندها دولة البنية التحتية الرياضية اللي تستطيع تستضيف كبرى الأحداث الرياضية في سواء التنظيم، المنشآت، الكوادر البشرية، المواهب هل شايف في تقدم في هذا الاتجاه يؤهل مصر أنها تستضيف المزيد من البطولات الدولية العالمية بالتأكيد وأعتقد أن هذا ما لاحظنا لهذا استضفنا مجموعة النيل هنا في القاهرة العام الماضي بعد مناقشات مع وزير الشباب والرياضة ولدينا طموح ورصدنا أيضا طموح في مصر أنهم يريدون أن يبنوا بنية تحتية من المستوى الأول ولن يتوقفوا حتى تستطيع مصر أن تستضيف الكثير من المنافسات العالمية فالعام الماضي رأينا كأس فيبا عبر العبر للقارات وحسن مصطفى في قاعة حسن مصطفى وهناك أيضا أستاذ القاهرة وأعرف أن هناك الكثير من الصلاة المغطى ومدينة رياضية سيتم الاتهاء منها قريبا فمصر بالتأكيد دولة على المستوى الرياضي هي دولة متقدمة جدا ولديها مؤهلات كبيرة جدا لديكم أندية كبيرة لديكم تقاليد عظيمة لديكم لاعبين كبار في كرة السلة نعرف الكثير من هذه ونعرف تاريخ الفريق المحلي وأيضا قابلت اللاعبين وقابلت مدرب فريق كرة السلة فمصر لديها موقع هام جدا في القارة الأفريقية فيما يتعلق بكرة السلة وإقامة إقامة المباريات وكان لدينا أيضا لقاءات مع الكثير من المدربين وأيضا مع الناجي الأهلي وكما قلنا الموسم مواسم كرة السلة هنا وأنشطة كرة السلة ووجود مصر فيما يتعلق بأيضا المواهب أمر هام للغاية وأيضا البنية التحتية وأيضا الرغبة السياسية لبناء وتنمية وأيضا الاستثمار في هذه الساحة الهامة جدا سربما يشجعنا في التعاون ترجمة نانسي قنقر